اسمك النهاردة بيحمل قادة السياسيين في لبنان مسئولية ما جرى فساد اللي حصل انه النخبة او الطبقة السياسية قالك طبقة سياسية فاسدة كلام خطير جدا صعب جدا يعني هو تدخل هو اكتر من تدخل ده هو ده تدخل تدخل غير مسبوق طبعا ده عاجب ناس لبنان وناس معارض الكلام ده وناس بيعتبروا انه هو ده حتى لو كان حتى لو كان مينفعش حد يطلع يتكلم على دولة بالشكل ده او على مسئولين بالشكل ده ايا كان ولكن مين اللي دفع الرئيس ماكرون يبقى بيتكلم بالطريقة ديت في لبنان وقال انا رحت وعدت معهم واتكلمت معهم ودونا وعود وعود كلها لم يلتزموا بيها قال لك خانوا قال لك بالكلام اللي قالوا قال خانوا التعهدات قال السياسين اللي عدتوا معهم واللي هم مسئولين مفروض يحلوا خانوا التعهدات اللي كانت قدامنا واللي اتفقنا عليها وقال هنا خيانتهم بتكون للشعب اللبناني ايه اللي رايح له لبنان هو ده الخطر خلوا بالكوا هو ده الخطر يعني لبنان رايحة لفين فيه ولا لا خلوا بالكواب لبنان وضعها صعب بقول لحقه النهاردة فيه ناس بتشيب لبنان وبتهاجر هجروا بياخدوا مراكب زي ما بيحصل كان في سوريا بيحصل من ليبيا بيحصل من دول مختلفة بيحصل النهاردة من لبنان أول مرة تشوف ده تلاقي ناس واخدين مراكب وبيهاجروا نتيجة الوضع اللي حصل طبعا هو قال النهاردة